اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان القليفة واسمو الشيخ عبدالله بن راشد بن عيسى الخليفة واسمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى الخليفة وممثل fazendo جهات الراعية لسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل وقد تسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد القليفة كأس جامعة العلوم التطبيقية من الأستاذ الدكتور وهيب أحمد الخاجة بعد فوز الحصان رتورت الذي تعود ملكيته لاستابل فيكتوريس كما تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام السيد سمير عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة وناس المجموعة بتقديم كأس الشوط الثامن إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد الخليفة كما قدم السيد عبدالله فوز ناس والسيد هشام الحداد مدير العمليات بشركة مدينة الخليج للتنظيف كأس الشركة للشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمس نيلور ثم قدمت الهنوف سامي ناس مدير شركة سارنس ناس كأس الشوط الثالث للجياد العربية للمضمر عبدالله كويتي وقدم فوز عبدالله ناس عضو مجلس إدارة شركة ناس المجموعة وناس المؤسسة كأسي الشوط الخامس والسابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد الخليفة كما قدم كأس الشوط الرابع إلى عبدالله فوز ناس هذا واجتمل السباق على ثمانية أشواط موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة